المنطقة قديمة من السبعينات موجودة تابعة المجمع بلاسك ميسان كل الموظفين موجودين بالأكثرهم هسا متقاعدين المنطقة شبه أهمال تام من الدولة لا مجال تكرم ولا كهرباء الكهرباء احنا سويناها على حسابنا لا ولا ما تشنت تتوقع هاي النهاية تشنت تتوقع أحسن تكون وأفضل لكن للأسف ما يكون متابعة تكرم المخلفات الزبالة احنا نوديها ونحركها ما حد يوصلوا يجي يقول يا با هاي ليش هاي المنطقة شبه مقلع للقية المصطفى علينا نحادي هم يرجعون البلدية تجي تنظفها بالشفل وتروح احنا طالبين بس يعني الشوارع كهرباء يعني كلها تعبانة وثانيا مثل ما تفضل لأبو مرتضى يعني هاي حي المصطفى صايرين احنا بالمثال ما للزبالة ما للمناطق يا هاي يجي يشمر يا هاي الحديقة الخلفية ايه الحديقة الخلفية وتيجي البلدية بشفلها ولورية اخذتها ومشت وردت نفس المعانا وإحنا هنا نظالين بس اللم ونحرق اللم ونحرق بحدي مرعليه لا حتى أنا حسب ما أدري هاي مصروفة للمقاول يعني شانس عن قبيل شارعنا موجود من الألمان مسوينا لهم مجمع مال بلاستيك كرفانات وبيوت هذا مجمع حكومي ومكملين هسه مني جوا يذبون نذيش المرضى سبيسات سرابات انه بصار علينا عطين غضب لا نقدر نمشي لا نقدر نطلع اخويا هاي المنطقة منطقة مجمع بلاستيك ميسان الصايرة خلف معمل بلاستيك قريبة العلوى مالت المخضر احنا هاي المنطقة مثل ما تشوف عوائل قاعدة بيها واطفال ويعني قاعد نعاني بس من مشكلة التبليط يعني هاي تباوع شوف وضعية الاطفال شوف الناس يعني عندنا الله شاهد من يصير عندنا مريض ما نقدر نطلع